فمهم جداً إذا جيت تتغير أنك تشوف أنت كيف قاعد تتعامل مع وقتك أحد الزملاء قاعد يكلم عنه عن الوقت كيف يعني مشكلة الوقت والجوان هيقول لي أبداً والله أنا أتعاملي مع قولي مع الجوان قلت لأه مهم صحيح أنا تحددك قال لي أبداً قلت شفتين أسألك بالله أبداً كتركب تطبيق والتطبيقات الآن موجودة في الجوان أدخل على أي تطبيق في البطارية ويعطيك ويعطيك كم تنضي من الوقت في تويتر مثلاً أو في السناب أو أي أن كان والله يا جماعة أنه جاء بعد يومين كان هو في برناع عفوا أنه ليس صديق واحد المتدربين فجاء يوم الأحد وأول ما دخل قال أعطني المايك وأنا حسيت أنه بيعلم توبة يعني حسيت أنه عنده شيء أخذ المايك وقال والله يا جماعة أنا كنت أظن أنني غير منعمك في الجوان وأن علاقتي بالجوان علاقة عادية يعني وناضجة اكتشفت يقول هو اكتشفت أنني أنضي من ثمان إلى تسع ساعات يومين على الجوان هذا واحد ما كان يدري أصلاً أنه مضيع وقته فما باك عندما تسأل واحد تقول كيفك مع الجوان يقول واي أخي ما أخذ وقتي فيه عقلاء على خمس وست وسبع ساعات في اليوم في الجوان أرجوك راجع نفسك لهذا الموضوع أرجوك هذا الوقت اللي كنت تنضي قبل أن تنام على قراءة قرآن أو على كتاب أو على تأمل ومحاسبة للنفس والتحطيط للغاد على قصة ترويها وابنك على صدرك على يعني سكينة وهدوء صار يذهب في الجوان يتصف على رسالة الجوان حتى تنتهي البطارية وحتى ينتهي شحنه هو وينام والجوان بجاندي لابد أن نشوف كيف نتعامل مع الوقت ما لك بالنبي رحمة الله عليه مما جاي يتكلم عن فلسفة الحضارة بشكل عام بشكل عام كان يتكلم عن عن أن الحضارة لا تقوم إلا على إنسان يستثمر عقله عقله في كامل وقته في كل شبر من بلده مسألة مسألة وقت أي بلد وأي فرد لا يعي الوقت لا يستشعر الوقت لا تتوقع من انتاجه عبداً مسألة الوقت مسألة غاية في الأهمية طبعاً في كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قيمة الزمن عند العلماء يعطيك وكان يعني نغوذجاً عالياً جداً بس على الأقل أن يتشبه الإنسان بالكرام وإن لم يكن منهم يعني في الكويت الشيخ موسى العازمي لما سؤل عن تأليفه الكتبية في السيرة هذه المؤلفات الجبارة صراحة من يجر أن يكتب في السيرة بعد كل هذا التأليف وهذه الجهود العلمية ومع ذلك كتب كتابات جميلة جداً غصبعت مراجع في هذا الوقت كتب في وقت يراه الكثير من الناس أنه وقت ميت وقت لا يمكن الإنتاج فيه ووقت ما بعد الأدان والإقامة ولا هو مقابلة تحدث فيها بكل جمال عن هذا الموضوع ويشعرك فعلاً أنه لا في وقت شيء اسمه وقت ميت البريات فيها وقت ضايع وبدل ضايع بس الحياة لا يوجد فيها وقت ضافي وبدل ضايع أبداً لاحظوا كم من الأوقات المهدرة اللي ممكن إحنا نستثمرها يعني كم تقدر تقرأ من كتاب أو من جزء أو تحفظ في الأوقات المهدرة كم تستطيع أن تتعلم في زحمة السيارة كم تستطيع أن تسمع وتتعلم وأنت على سير الجري كم تستطيع أن تقرأ وأن تنتظر الأكل سواء في بيتك أو في مطعم هذه الأوقات البسيطة هي التي تصنع الفرق ما هي المجرة ذرة ما هي الغابة بذرة ما هو المحيط قطرة ما هو الوقت الثواني هذه الثواني إذا تجمعت تجمعت أصبحت عمرك أصبحت عمري وبالتاني خلونا نعيد العلاقة مع وقاتنا أيضا من الأشياء التي نتبهلها في قضية المركزية أن كل شيء أنت بتسويه هذا يهدر وقتك طلب الكمال يهدر وقتك تطلب الجودة العالية جدا هذا يهدر وقتك حب الراحة والتسويف يهدر وقتك لا راحة في هذه الحياة ومن آثر الراحة فاتته الراحة والنعيم لا يدرك بالنعيم كما يقول ابن القيم لا لازم تتعب إنك كادح إلى ربك فملاقيه كادح تتعب تتعب إلى أن تلقى واسم محمد وتعالى يهدر شيء اسمه راحة من يرتاح والتكئين فيها على الأرائك متى في الجنة بعد ما تنتهي من العمل تحقق نجاحات يرتاح شوي يرتاح الإنسان ولذلك التعامل مع الوقت والإحساس بالوقت وهمية الوقت أحد مداخل التغيير في وقت تتغير اجلس مع نفسك شف وقتك وين يروح وقصص الشوائب والزوائد واكشط نتوات هذه الأوقات الميتة حتى تصفلك بإذن الله تعالى حياة جديدة حول الله عز وجل